اهلا وسهلا فيكم احبائي متابعيني اليوم الفيديو فيديو محبوب كتير عن الكبكيك بدنا نعمل الكبكيك بس كتير طيب يعني كبكيك هيك طريق وريتش وغني متل ما منحبه هيك بقلبه شوكولات دايبة وطريقته سهل كتير واقتصادي يعني بحبتين بيض منعمل عدد كبير من الكبكيك هالوصفة من الوصفات المحبوبة عند الكل وخاصة اطفالنا باعياد الميلاد وبالحفلات شوفوا قدي الكبكيك هش وطري هوني عفوا الإضاءة كانت تعبانة شوي بس كتير مبين بالصورة قديه هو فلافي طري الشوكولات اللي دايبة بالوسط طعم يعني بجنن هالوصفة كتير كتير طيبة رح تستغنوا عن كل وصفات الكبكيك بعد ما تجربوا هالوصفة بهالوصفة ممكن نستعمل أولب الكبكيك إن كان المعدن أو السيليكون ممكن نستعمل أولب الكيك العادية ممكن نستعمل أولب الكيك المستطيل يعني وصفة من قطيب أنواع الكيك ممكن تتحمل نحط لشوكولات شيبس أو مبرو الشوكولات أو كانديز أو مكسرات أو حتى كل أنواع الحشوات اللي نحنا منحبها للكبكيك رح نبدأ بتحضير المقادير وتحضير الكيك بدون خفاقة حبتان من البيض معلقة صغيرة من الفانيليا وممكن نستعمل فانيليا سائلة أو بودرة معلقة كبيرة من الخل كوب من الحليب المكونات كلها تبحرات المطبخ ربع كوب من اللبن أو الزبادي أو اللي هو الروب الرايب هون عندي تلت كوب من الزيت الزيت النباتي هون ربع كوب من النسكافي أو ممكن الإسبريسو أو القهوة العربي أي نوع قهوة أنتوا بتحبوا بيبدأ بخلطهم كلياتهم إن كان بالويسكي اليدويهاد إن كان بالمضرب الكهربائي ممكن حتى بشوكة أو معلقة بس هيك ثواني اتأكد إنه كل المكونات انخلطت مع بعضا ما في أسهل من هي الوصفة هلأ بس هيك انخلطوا مع بعضهم ثواني بيبدأ بحضر مكوناتي الجافة لازم يكونوا منخولين فعما ننخل كوب ونصف من لطحين بدي انخلهم أول شي ضروري النخل بيعطيني هيك كبكيك فلافي ومليان هوا مننا نضيف عليهم معلقة صغيرة من الكربونات أو البيكينج أو الكربونات السوديوم أو الكربونة ورشة ملحة صغيرة بنخلهم مع بعضهم بدي ربع كوب من الكاكاو البودرة وتكون كاكاو هيك طعمه طيب ومو محلة كمان بنخلهم بتخلص من كل الكتل اللي بتكون موجودة بقلب الكاكاو بخلط هالمكونات الجافة كلياتها مع بعضا هيك صارت عندي جاهزة متأكد إنه ما فيها أي كتل وانخلطت صارت لون واحد بضيف عليها السوائل بها المرحلة منكون شعلنا الفرن بدنا فرن على درجة حرارة مية وسبعين عم أضيف السكر أنا بحب ضيف السكر بها المرحلة وممكن تضيفه مع السوائل ما في مشكلة فأضفت تقريبا كوب وثلاث من السكر سكر عادي سكر الشاي وببدأ بخلط النواشف مع السوائل مع بعضون مجرد بس يختفي يختفوا النواشف وبوقف خلط ما ببقى وبضل بستمر بالخلط بس هيك اختفوا وتأكدت ما في عندي أي كتل ما في شي مجمع بأسفل الوعاء عندي بحاول أخذ الخليط هيك من الأسفل حتى أعرف إنه ما في تكتلات هيك خليط الكوب كيك صار عندي جاهز خليط الكوب كيك اليوم سائل فيه سوائل منيح ومستعملين في الزيت وببدأ هلأ هون بوزعون أنا حطيتهم بإبري أو بكنتينر أي وعاء موجود عنكم بصير سهل إن يوزعون كلياتهم بأوالب الكوب كيك وهون استعملت ورق الخاص بالكوب كيك ممكن مثل ما قالنا نستعمل أي قالب كيك عنا مندهنه بالسمنة بالزيت بالزبدة وشوية تطحين أو كاكاو ومنحط الخليط لما بيكون عنا خليط الكوب كيك سائل بهذا الشكل هاد منملي الآلب بس مولا الأخير بخلي واحد سانتي فراغ من فوق حتى ينتفخ لكن ما يعبي للدنيا ويطف الآلب لبره هنا عم بعمل ببقية الخليط كمان قطعة كبيرة هيك قطعة مدلة كبيرة يعني فيكن تستعملوا أي أوالب انتو بتحبوها هالكمية بتعملي أعداد من الكوب كيك أعداد منيح فالخليط يعتبر خليطي كبير والفرن مثل ما قلنا ساخن درجة حرارة 170 سخنته من قبل بوقت بدل مملاحظين بالفيديو أنا حطيت الصواني على الرف المتوسط يعني مرفوع درجتين عن الأسفل خاصة أن الصواني اللي عم بستعملها صواني غامقة وصواني رقيقة والوصفة هي كوب كيك سائل ما بيتحمل حرارة كتير عالية فمنرفع الصواني شوي منخليها بنص الفرن ما منخليها تحت بالأسفل كتير حرارة الفرن 170-175 تاخد تقريباً 20-23 دقيقة هلأ شوفوا أنا عم بختبرها بهيك بستيك عندي لسه لقيت الخليط سائل برجع بحطة كمان كم دقيقة حسب حرارة الفرن ممكن تاخد 23-24 دقيقة حسب حجم الأوالب الموجودة عندي إذا استعملت كمان قالب كبير ومرتفع الحواف رح تاخد معي وقت أكبر لأنه الفرن وقت الفرن بيعتمد على الارتفاع على ارتفاع الوصفة على ارتفاع الطبق الموجود عندي هون كمان الخليط بقيت الخليط عم بحط شوية تشوكليت شيبس قبل ما دخلهم على الفرن بيعطوني طعم كتير طيب هيك بيضلوا ستيكي جوا وبيضلوا شوي دايبين تطلع طعمها بيجنن ونفس الشي حطيتهم بالفرن وطيب هذا الكبكيك إذا أكلتوا دافي ومعو هيك شي عصير أو قهوة حتى اختوا قطية بوصفة كبكيك ممكن تجربوها وبشوفكن بالفيديو الجاي ترجمة نانسي قنقر